النهاردة ان شاء الله في الفيديو هنعمل شاورمة الفراخ السوري بالطريقة المزبوطة وعلى اصولها يعني زي بتاعة الشارع بالزبط مش هنعملها يعني شاورمة بيتي هنعملها زي بتاعة الشارع بالزبط وهتعجبكم جدا جدا الحقيقة كانت طلبت مني من زمان بس انا الحقيقة كنت بدور على وصفة فعلا تديني نفس الطعم بتاع الشارع وعدت فترة طويلة يعني بس الحمد لله لقيتها وزبطتها بجد يعني الوصف دي حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم هنتعلم برضو في الفيديو ده ازاي نعمل التومية بالطريقة المزبوطة وعلى اصولها وطبعا طعمها احلى كتير وانضف كتير من بتاعة برة شايفين الساندويتش شكله حلو ازاي يعني احنا طبعا في الفيديو اللي فات عملنا الرؤاء الطري او عيش الصاج حاسب لكم برضو اللينك في صندوق الوصف شايفين يعني هو مقرمش من برة وطري من جوة وشكله طحفة ومش قادر اقولوكم بقى يعني يعني العيش الصاج مع التومية مع الفراخ او شاورمة الفراخ طعمهم حلوة قدقية يعني بجد يعني فضيع انا متأكدة ان شاء الله لما هتجربوا الوصفة هتعجبكم جدا تعالوا مع بعض نبتديها ولو انتوا اول مرة تشوفوني انا عند ليب ودي قناتي عند ليب سبيكري ويلا نبتدي الوصفة وهنبتدي دلوقتي بتدبيلة الشاورمة للفراخ انا عندي هنا تلت كوباية من الزبادي او الزبادي اليوناني زي ما نحب هحط فوقهم معلقة ونص صغيرين من دبس الفلفل انا مستخدم المعالي المعيارية في اي معيار موجود دبس الفلفل موجود ومتؤفر عند كل محلات السوريين انا بجيب كمية بحطها في الفريزر وبستخدمها يعني كل ما بعوز بستخدم وما تستغنوش عنه لان في الوصفة دي مهم هحط عصير برتقانة كاملة وعصير البرتقانة كاملة ده عمل تقريبا نص كوباية هحط فوقهم نص كوباية من زيت الزبتون وفوقهم ربع كوباية من عصير اللمون انا استخدمت لمونة كاملة اللي هو اللمون الايطالي او الاداليا لو عندنا اللمون صغير يعني عصره لحد ربع كوباية هحطهم دلوقتي وهحط فوقهم 8 فصوص من الطوم الطوم ده صحيح انا لسه حفرهم كله مع بعضه بالهان بلندر ودلوقتي هقلبهم كده مع بعض تقليبة بسيط عشان نبتدي نحط البهارات عندي اول حاجة من البهارات عندي معلقة صغيرة من الطوم الباودر ومعلقة صغيرة من البابريكا اللي هي الحلوة ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة ونص صغيرين من الكسبرة النشفة المفرومة وعندي نص معلقة من الكبيب الصيني موجودة ومتوفرة عند العطار ونص معلقة من القرفة ونص معلقة من الجنزبيل ونص معلقة من الهيل او الحبهان المفروم وعندي هنا هنرش او يعني هنفرم الجسط الطيب بس رشة بسيطة يعني حوالي ربع معلقة صغيرة وعندي الملح والفلفل انا حطيت معلقة ونص صغيرين من الملح ونص معلقة مليانة من الفلفل بس طبعا دي حاجة ترجع بقى للزوء بالنسبة للملح والفلفل بالزيت وطبعا انا مستخدمة زي ما قلتلكم المعالق المعيارية مش المعالق اللي هي الشربة او الشاي دلوقتي هبتدي افرم جسط الطيب يدوبك بس الرشة بسيطة زي ما قلتلكم يعني يدوبك ربع معلقة صغيرة من الجسط الطيب وهبتدي دلوقتي اقلب كده بالسباتشلا وبعد كده اجيب البلندر بتاعي الهان بلندر عشان افرم كله مع بعضه فكرة ان احنا نجهز التدبيل الاول ونقلبها كويس قبل ما نحط الفراخ بتاعتنا بتكون افضل عشان بيكون كل البهارات وكل السويل اتوزعوا كويس مع بعض دلوقتي برضو كده بالسباتشلا هقلب كده تاني عشان اطمن ان كل حاجة اتقلبت وكل الخليط تجنس مع بعضه انا هنا عندي كيلو من صدور الفراخ اللي متقطع يعني بانير فايع زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده حبتدي دلوقتي احطها طبعا احنا ممكن نستخدم كيلو صدور بس او كيلو راك او نص صدور على نص وراك دي برضو حاجة ترجع لزوقنا زي ما نحب مفيش اي مشاكل خالص برضو لو عايزين ان انتوا تقطعوا الفراخ شرايح يعني زي شرايح الشاورمة رفيع وتحطوها في التدبيلة بس انا جربت الموضوع ده لقيت ان احنا لما بحط الفراخ سليمة بتديني نتيجة افضل بس طبعا اه زي ما تحبوا دي حاجة ترجع للزوق هبتدي دلوقتي احط كل الفراخ بتاعتي وبيتها كويس في التدبيلة لتاني يوم عشان تديني طعمه حلو او اقل حاجة ست ساعت احنا كده تاني يوم اه انا هنا استخدمت سيخين من السياخ الخشب بتاعة الشيش طابوك ووقفتهم كده احنا مش هنخبزهم وقفين انا بس عشان الكاميرا تبقى واضحة قدامكم هبتدي دلوقتي احط صدور الفراخ بتاعتي وبشيل بس التدبيلة الزيادة منها وهبتدي زي ما انتوا شايفين بحط كده اه انا جربت اخبزها وقفة اه بالمنظر ده كده على سواء على بصلة او على برتقانة اه لقيت ان الموضوع فشل فشل زريع اه يعني ما كانتش اه مزبوطة خالص كان كل شوية السيخ يقع اه هبتدي بقى ان انا بعد تلت كمية من الفراخ هبتدي ان انا احط اه حبة بسيطة من اللية اه لية الخروف اه الحقيقة بصوا يعني هي لية الخروف دي فعلا بتدي اه طعم الشاورمة سواء لشاورمة الفراخ او اللحمة زي ما انت شايفين انا محطيتش كتير يعني هنحط تلت مرات كده مع كل تلت كمية هحط اه حبة قد اللي انت شايفينها دي انا بجيب اللية وبسويها وبحطها في الفريزر وكل ما عاوز اعمل شاورمة سواء فراخ او لحمة باستخدم بطلع حبة اه اه للوصفة بتاعتي اه زي ما قلتلكم انا حطيت حبة في اول تلت الكمية وهحط تلت الكمية كمان حبة كمان وهحط من فوق اه كده بعد ما اخلص خالص حبة كمان من اللية طبعا هي حاجة اختياري زي ما تحبه بس هي فعلا بتفرق في الطعم زي ما تحبه وهبتدي اجيب صانية تانية زي ما انت شايفين وهغطي الاعرب اه وراء الزبدة عشان اه الصانية تبقى سهل علي في التنظيف وزي ما انت شايفين انا ميلتها كده ومشغلة الفرن من بدري على درجة حرارة امتين واربعين هدخلها ولما تطلع حواريها لكم واسناء ما الشاورمة بتاعتنا بتتخبز هجيب دلوقتي اعمل التمية بتاعتي انا هنا عندي ربع كوباية من النشا هحط فوقيهم اه كوباية من المية اللي هي بدرجة حرارة القوضة العادية وهقلبهم كويس وهاخدهم على النار عشان اه اسويهم وعلى نار وسط هبتدي ان انا اه افضل كده اقلب في الخليط النشا بتاعي لحد لما يبتدي يتقل معايا اه وبردو لما يتقل حفضل حطاه على النار وقلب لحد لما اه احس بقى خلاص انه استوى اه وحعرف منين لما يبتدي يغلي اول ما بحس كده ان فيه بقليل بدأت تطلع يبقى هو كده تمام وخلاص خلصنا وبقى اه جاهز عشان استخدمه اه ممكن ان احنا نسيبه يهدى شوية او نشتغل فيه على طول حقيقة ان هشتغل فيه على طول عشان التصوير بس احنا ممكن نسيبه لحد لما يهدى هنحتاج هنا محضرة الطعم بتاعتنا انا هنا معايا اه تلات معالق اه كبار من المايونيز اه انا زي ما قلت لكم استخدمها المعالق المعيارية هحط فوقيهم خمس فصوص من التوم طبعا كمية التوم دي حاجة ترجع لنا وهنا نص معلقة صغيرة من الملح بس انا زودت نص معلقة كمان يعني هي معلقة صغيرة من الملح هحط هنا معلقتين كبار من الخل الابيض وهحط فوقيهم اه ربع كباية من الزيت النباتي زيت نباتي عادي جدا. اه وهبتدي دلوقتي اه احط الخليط النشا بتاعي. اه طبعا هو لسه سخن فلسه طري. لو احنا هنسيبه يهدو شوية هنستخدم المية زي ما انت شايفين في طبق مية كده. اه هنستخدم مية عشان نخفف الخليط. ان طبعا كل ما خليط النشا ده بيبرد كل ما بيتقل. اه هبتدي دلوقتي اقلب اه او افرم كويس الخليط بتاعي كله مع بعضه. اه لحد لما احس ان كله اختلط مع بعضه والتوم اتفرم كويس في الخليط بتاعي. اه وده كده القوان بتاعه طبعا زي ما قلت لكم خليط النشا لسه سخن. اه فالخليط ده لسه حيتقل اكتر. اه وهنخففه بالمية بعد كده. هبتدي دلوقتي انقله على طبق. اه واسيب ويبرد ويهدى خالص. وبعد كده نبقى نخففه بالمية زي ما احنا هنحب. وده شكل الشاورمة بتاعتنا بعد ما طلعت شايفين شكلها حلو ازاي واخد لون حلو ازاي. اه طبعا احنا بنتأكد انها استوت. اه نجيب سكينة كده ونه ونحطها ما بين يعني في النص كده وما بين الشرايح الفراخ. اه نتأكد بس ان الفراخ من جوة استوت كويس. اه وان ما فيش حاجة نية. اه حاسبها بقى تهدع قبل ما نبتدي نجهز التمية بتاعتنا. هي طبعا خلاص هيدي توصلت لدرجة حرارة الاوضة. شايفين تقلت ازاي? هبتدي بقى ان انا اخففها بالمية. طبعا احنا بنخفف لحد ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه. يعني دي حاجة ترجع لنا. هبتدي اقلب بقى كده كويس. اه وادخل المية كده وقلبها كويس. لحد لما اخد وازود. يعني اقلب وزود وقلب وزود لحد لما اخد القوام اللي انا عايزاه. وبكده خلاص ده القوام اللي انا عايزاه. اه ده كده حلوة قوي. اه هنبتدي بقى نجهز للساندوتشات بتاعتنا. هبتدي بقى بعد ما الفراخ هديت شوية ان انا اقطعهم لشرايح. اه بصراحة زي ما قلتلكو الطريقة دي عجبتني جدا. ويعني حسستني انها يعني ادتني نتيجة افضل عن لما نحط الفراخ شرايح جهزة اه في التدبيلة وبعدين نحمرها في الطاصة وهي شرايح. اه بس طبعا دي حاجة ترجع لزوكو. هبتدي اخد دلوقتي اتنين من عيش الساق. لان هما طبعا انا عملاهم صغيرين. وهبتدي احط التمية بتاعتي وافردها. طبعا لو عندنا اه خيار مخلل هتبقى حلوة جدا. مثلا للاسف ما كانش عندي. وهبتدي الف الساندوتش بتاعي. وفي طاصة على النار انا جهزتها وحطيت حبة زيت. آآ زيت نباتي عادي جدا. آآ هبتدي احط الساندوتشات بتاعتي اللي انا لفتها. آآ وعشان بس تاخد لون كده حلو وتبقى مقرمشة من برة وطرية من جوة. وآآ ونبتدي ناكلها. طبعا انا مش هادر اقول لكم هما طعمهم حلو قد ايه? والولاد انبسطوا قد ايه منها? ان شاء الله لما تجربوه هتعجبكو جدا. هتلاقوا دايما وصفاتي مكتوبة تحت كل فيديو. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي مع السلامة.